أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله لدينا فيديو جديد بالنسبة للجملة الاستفامية سوف نتعرف لهم أكثر كما قلنا سابقا الجملة الاستفامية تتبدأ ببعض الكلمات وتتنتهي بوحد العلامة وهي هذه العلامة هي هذه اسميتها علامة الاستفام هذا علامة الاستفام والسؤال دائما سوف نشوفه تيسالي بهاد العلامة تنعرف بانه سؤال بشنا عرفه بعد العلامة دي الاستفام ولا نشوفه في اول السؤال في اول جملة إما نشوفه من نعرف بأنه سؤال بماذا نرفه السؤال ماتا سؤال ماذا سؤال أين سؤال كم سؤال إلى أين سؤال ويسالي بعلامات استفاهم باش نفهمه أبتر ندخلو لهات الصور هادو يمشفن هنا هنا أطفال معهم وحد سيدا إما الأم ديالهم ولا الأم ديال شي الصادق والصادقة ديالهم إذن نطرح السؤال هنا نقوله في السؤال بمن ترحب أمي مثلا هالطفلة هادي وهدي الأم ديالها هي تتسأل تقول بمن تترحب الأم ديالها بمن ترحب أمي بمن تترحب أمي بمن تترحب أمي الجواب ترحب أمي بأصدقائي ترحب أمي بالأصدقاء ديال تتقول لهم مرحبا بكم الأصدقاء ديالها جوا عندها ومامها تترحب بهم وهي تترحب السؤال تتقول لنا بمن 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 ترحب أمي بمن ترحب أمي الجواب ترحب أمي بأصدقائي ترحب أمي بأصدقائي السؤال الثاني عندنا هاد الطفلة شنو تدير هاد الطفلة هادي شنو تدير اذا هاد الطفلة تتلعب بيش تتلعب هايا السؤال بماذا تلعب سعاد اذا هادي سعاد بيش تتلعب سعاد بماذا تلعب سعاد بماذا تلعب سعاد شنو الجواب بيش تتلعب سعاد اذا سعاد تقفيزيك تلعب سعاد بالحبل ولا تقفز سعاد على الحبل تلعب سعاد بالحبل بماذا تلعب سعاد؟ بماذا تلعب سعاد؟ تلعب سعاد بالحبل لدينا الصورة ثالثة لدينا الطفلة هذه سعاد نيت اشتدر سعاد كتبات إذن شنو كتبات؟ ماذا تلعب سعاد؟ ماذا تلعب سعاد؟ شنو كتبات سعاد؟ إذن هذا حرف الباء كتبت سعاد حرف الباء كتبت سعاد حرف الباء كتبت سعاد حرف الباء لدينا صورة أخرى لدينا كريم في حوض الغسل هذا الحوض تنغص فيه اليد والوجه إذن كريم ماذا يفعل كريم في الحوض؟ ماذا يفعل كريم في الحوض؟ اشتيد الكريم في الحوض؟ إذن الجواب يتودأ كريم في الحوض تتودى باش يمشي صلي ماذا يفعل كريم في الحوض؟ ماذا يفعل كريم في الحوض؟ يتودأ كريم في الحوض يتوضع كريم في الحوض أنا صورة أخيرة هذه سعاد فتحات الأصدقاء ديلها فتحات نحن نسوله نقوله شكل يفتح الباب نضروع لا المؤنث هي بنت نقوله من اللتي ولكن ولد نقوله له من اللذي البنت نقوله لها من اللتي والولد نقوله من اللذي إذن عندنا البنت هي اللي فتحت الباب ها هي بنت سعاد نقولها من اللتي من اللتي فتحت الباب من اللتي فتحت الباب شكلها هي اللي فتحت الباب الجواب نقوله سعاد فتحت الباب سعاد فتحت الباب من فتحت الباب لأصدقاء ديلها سعاد فتحت الباب لأصدقائها إذن عندنا تمرين إن شاء الله عندنا هنا نكملوا بهذه الكلمات هذه الكلمات إما نكملوا الجملة بمن بماذا متى ماذا أين كم إلى أين نكملوا بهذه الجملة من بماذا متى ماذا أين كم إلى أين نقرأ الجملة جاء لعيادة الطبيب جاء لعيادة الطبيب إذن هذه الجملة نقصها نقصها السؤال شنه السؤال السؤال هو علامة استفامنا كلمة نحن في أول السطر هنأخذها من هذه الكلمة كلمة مناسبة مش ندروا أي كلمة لا نشوفوا على حساب الجملة شنه يخصنا ناخذ الكلمة المناسبة ندروا عنها جاء لعيادة الطبيب تراجعوا دروسك إذن هذا سؤال هذا الجملة هذا سؤال سؤال خصو على ما تستفامنا وكلمة من هذه الكلمات كلمة مناسبة تباع الخضر سهي كذلك يتجه أحمد هي كذلك تحس يا علي أهديو نسل أخيه عندك من كتاب زارنا في العطلات إذن دابا نعودوا إذن هذي الجملة الكاملين هنكملهم بكلمة من هذو ونضيفوا لهم علامة استفهم باش يكون عندنا سؤال إذن هنبدأوا بأول كلمة هنبدأوا بأول كلمة وهي جاء لعيادة الطبيب جاء لعيادة الطبيب أش من كلمة نكملوه قولوا من جاء لعيادة الطبيب بماذا جاء لعيادة الطبيب متى جاء لعيادة الطبيب ماذا جاء لعيادة الطبيب ولا أين جاء ولا كام ولا إلى أين جاء العيادة الطبيب شنو نقولو احنا في الدرجة دينا نقولو شكون جاء العيادة الطبيب شكون اللي جال عن الطبيب اذا شكون دينا هي من من هي من من هي شكون من جاء العيادة الطبيب من جاء العيادة الطبيب احنا درنا من جاء العيادة الطبيب شنو خاصة عادة بش يكون سؤال احنا درنا هنا يعرفنا السؤال ولكن بقي ما كمناه من جاء أخصو علامات استفهام هذه سؤال كامل جملة سؤال كامل من جاء العيادة الطبيب هذه جملة استفهامية من جاء العيادة الطبيب تراجع دروسك تراجع دروسك باش نكملوها تراجع دروسك إما نقولو أين تراجع دروسك واش في المنزل ولا في المكتبة ولا متى تراجع دروسك إمتى واش في الصباح ولا في المشي إذا نحن نختارو منها واحدة نقولو متى تراجع دروسك متى تراجع دروسك سؤال متى تراجع دروسك عزو علامات استفهام متى تراجع دروسك تباع الخضر تباع الخضر إذن فين تتباع الخضر فين نقولو أين أين تباع الخضر أين تباع الخضر تباع الخضر في السوق تباع الخضر في السوق أين علامة استفهام أين تباع الخضر أين تباع الخضر يتجه أحمد وع allegedly يتجه أحمد إلى أين إلى أين يتجه أحمد إلى أين يتجه أحمد إلى أين يتجه أحمد أين أحمد يمكن أن يكوني عملي غدي مسجد غدي مسافر إلى أين يتجه أحمد احنا لمعرفنا فين غادي إلى أين يتجه أحمد إلى أين يتجه أبي تحس يا علي تحس يا علي تحس يا علي باش تتحس السؤال يلها بماذا باش باش تتحس يا علي باش يتحس هو رمريد تحس بالوجع في كرشو مغس في كرشو في راسو بماذا تحس يا علي هذا يونس الأخي أهدى يونس الأخي هنقولوا لي ماذا أهدى يونس الأخي ماذا أهدى يونس الأخي عندك من كتاب عندك من كتاب كم عندك من كتاب كم عندك من كتاب زارنا في العطلة من زارنا في العطلة من زارنا في العطلة من زارنا في العطلة من جاء العيادة الطبيب متى تراجع دروسك أين تباع الخضر إلى أين يتجه أحمد لماذا تحس يا علي ماذا أهدى يونس لأخيه كم عندك من كتاب من زارنا في العطلات تنتم نهاية الحلقة لإعجابي لكم وما تنسوش تشاركونا في القناة واتدعمونا بأبوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته